اشتركوا في القناة وتوزيع النقاحات وما إلى ذلك لكن السوق والمؤشرات الأمريكية لن تستقبل ذلك بذات الحفاة ولمسنا تراجع حتى في عوائد السندات وفي الأسهم من عكس على الدولار لماذا في رأيك؟ بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية بعد التصريحات الفيدرالي الأمريكي قال أنه مثل أنه يطاف نحو استمرار النمو وأيضا أبدأ توقعاته للتوظيف والنمو الاقتصادي أنه يرتفع بقوة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة فبالتالي رغم كلها التي تحدث عن موضوع التعافي الاقتصادي وتوقعات صندوق النقد الدولي أيضا لولولايات المتحدة الأمريكية بأن تحقق أيضا نمو بستة فاصل أربعة عشر في المئة ليس بعيدين عن التوقعات التي كانت من الفيدرالي الأمريكي يعني تقريبا بنفس النسبة تقريبا توقعات الفيدرالي الأمريكي لنمو الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية لكن يظهر أن الأسواق الآن حساسة لبعض النقاط وخاصة في انتظار نتائج الربع لنتائج الشركات فهناك عدة بنوك سوف تعلن عن نتائجها المالية خلال الأسبوع نتحدث عن جولدمان ساكس سيتي بانك بانك أوف أمريكا وغير من البنوك الأخرى ربما تبدأ يوم الأربعة بإعلان النتائج سوف يكون لها تأثير وتقييم أيضا حول مدى التعافي الاقتصادي مدى تحقيق النمو الاقتصادي لكن لا ننسى أن مؤشرات الأسواق الأسهم الأمريكية حققت خلال الأسبوع الماضي مستويات قياسية نتحدث عن داو جونز بـ 33500 نتحدث عن S&P 500 ارتفع لمستوياته الأعلى من تاريخ حتى الدكس الألماني وصولا الارتفاع 15 ألف نقطة فعمليات جني أرباح يعني بعد هذه الارتفاعات وتعتبر منخفضة يعني إذا ما قارنها بالمستويات التي حصلت خلال الأسبوع الماضي وينططنطن الأسواق عدد من البيانات الإيجابية نتحدث عن مؤشرات التضخم في أيضا مؤشر وبيانات التسطيع وغيرها من مبيعات التجزئة التي سوف تبرد كيف توقعات من التفاؤل في النمو الاقتصادي ولدينا ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا من شهدها في العالم نعم الآن نلحظ يعني نركزات كل ذلك على الدولار والدولار نلحظ فيه زيادة محدودة ربما هي عمليات جاني أرباح أكثر منه تأثر بما يدور في الأسواق نقف على هذه الإنعكاسات على الدولار والإنعكاسات على الذهب أنت تعلم العلاقة المباشرة بين الذهب والدولار بالنسبة للدولار الأمريكي نتيجة عمليات جاني أرباح شهدناها في أسواق الأسهم لأن فيوترس عم تدلع على انخفاض أسواق الأسهم الأسويليوم على تراجعات فبالتالي عم نشوف ارتفاعات أو طلب على الدولار الأمريكي عوائز سندات الخزان الأمريكية عم نشوفها مستقرة يعني فوق الـ 1.16 في المئة طبعا هناك ارتفاعات على المدى القصير ربما نشاهدها على الدولار الأمريكي لكن كما ذكت بالنسبة للذهب وعلاقاته العكسية نحن نتحدث عن الذهب ما زال على المدى الطويل كل المحفزات إيجابية لأننا نتحدث عن ارتفاع في التضخم والتوقعات إن نشوف ارتفاعات في التضخم يعني انخفاض في القدرة الشرائية للنقد لكن إذا ما نظرنا الآن إلى الذهب وما سبب الانخفاض للذهب خلال اليوم وحتى أبقى يعني الارتفاعات التي شاهدناها خلال الأسبوع الماضي تعتبر محدودة بعدما لمسنا مستويات 1750 لعدة أسباب هي أولا ما زال التضخم ونخفض في العديد من الملدان التوجه نحو أسواق الأسهم وكيف شفنا الارتفاعات أيضا يعني هناك أيضا التعافي الاقتصادي كما ذكر أنه صندوق النقد الدولي غير متكافئ بين الدول المتقدمة وأيضا الدول النامية فهذا كلها عوامل تجعل الذهب في نطاقات ضيقة لكن عن المدى الطوينة تحدث عن ارتفاعات يجب أن بين ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك مخاطر وبين التسارع وثيرة التعافي الاقتصادي نحن متوقعات صندوق النقد الدولي الدول المتقدمة أنه يشهد 5.1 عن توقعات للدول الناشئة والنامية ب6.17% وأيضا متوقع لبريطانيا الصين ارتفاعات أيضا نترقب مزاد للسندات فخاصة نعم تفضل نعم جيد وصلت الفكرة فيما يتعلق بهذا الاتجاه لكن على ذكر عدد الإصابات بالفيروس وارتفاعها يبدو أنها تضغط أيضا على أسعار النفط هل هذا هو كل شيء في النفط أم أن هناك عوامل أخرى تجعله يتراجع الذهب واقع بين النارين يعني بين كفتي أنه ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا وخاصة مثل مثل الهند أيضا أيضا في عنا من جهة أخرى التعافي الاقتصادي وعدم تكافؤ كما ذكي صدق النقد الدولي نعم نتحدث عن التعافي الاقتصادي بين الدول فبالتالي نحن نتحدث عن إذا نظرنا إلى المخزونات الأمريكية كيف تراجع تقريبا بـ 3.6 مليون برميل يوميا فهو أعلى من المتوسط الخمس سنوات يعني نتحدث عن المخزول الآن بـ 498.3 يعني أعلى من المتوسط الخمس سنوات به 3 في المئة بداية هذا العام فبالتالي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يجعل بعض الضغط الهابط على المدى القصير بالنسبة لأسعار النفط لكن التوقعات ربما نشهد ارتفاعات لأسعار النفط على المدى الطويل في حال ثبت أنه في تعافي اقتصادي خلال النصف الثاني نحن عم نشوف أيضا بيانات إيجابية يعني قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية من عدة الدول فلكن ارتفاع عدد الإصابات المخاوف أنه يقل الطلب على النفط خاصة من دول أوروبا ومن الهند وتعتبر أيضا من الدول المستهلكة للنفط نعم أشكرك سيدة لنا قنو وأنت محللة الأسواق العالمية في إكويت جروب شكرا لوجودك معنا شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة